موسيقى مساء النور على متابعين حكايات بنات اهلا بيكو في حلقة جديدة من حكايات بنات النهاردة حابة ان شاء الله تكون الحلقة تعجبكو وتكون حلقة لذيذة عليكم جدا نهاردة حابة بس ابدأ ارحب بسامية زيك عامل ايه الحمد لله تمامتي عامل ايه الحمد لله حابتي تمام احب بس اقول حاجة في الاول احب اعتذر عن عدم موجود زملائي ريم لأسف مسافرة ونادة عبانة واحب اوجد لها الف سلام عليك يا نادة وان شاء الله تكوني ب الف خير ويا رب تدعو لها بالشفاء العاج احب ابدأ طبعا كلنا احنا البنات بنحب قد ايه الديكوريشن وقد ايه ان احنا حابين يكون فيه تصميمات حلوة فرحنا مختلفة مميزة عشان على اقل ما تبقاش كل عروسة مثلا ايه دا انت عملت زي لا انت عملت حاجة مختلفة لا كل واحدة فينا بتبقى حابة ان كل واحدة يكون ليها علامة مميزة فرحة في قرية فتحتها في خطبتها طبعا احنا كان معانا سامية المرة اللي فاتت لكن الحلقة كانت صغيرة ما الحقناش نستمتع او نعرف حاجات كتيرة قوي على الويدنجي بلانر او الحاجات دي كلها او هنعرف مع بعض النهاردة وليلي بقى سامية يعني ايه ويدنجي بلانر واهمية الويدنجي بلانر عمتا في الافراح والمناسبات بس يويدنجي بلانر باختصار شديد جدا انها مصممة ديكور حفلية الزفاف تمام ايه همية الويدنجي بلانر يعني دلوقتي انت في القاعة بتكوني مثلا انت تحت ضغط انت بتكوني مجبرة على شكلك رئيسي معين على لون كرسي معين على الديكور اللي هو موجود في اي قاعة فما بتعرفش ان انت تغيري في حاجة او الكلام ده تمام احنا بقى تواجلنا عشان نحن نغيالك الحاجة بالشكل اللي انت عاوزاه بيبدأ طبعا الموضوع كله من البداية خالص بتختاري كل التفاصيل وادقة التفاصيل في فرحك تمام يعني بتبديك مثلا من الفستان للشوز للميكوب لكل حاجة حتى يعني بتبقي متواصلة مع القاربة دي جيمة يعني كل ده بيبقى من خلالك بالزبط كده يعني مثلا احنا اغلب شغلنا في الابين اير تمام في الفيلل والجوردن وكده بنمسك الجوردن فاضية ما فيهاش اي حاجة بنبدأ بقى نسأل العروسة اكتر تمام طبعا العليس طبعا نكون ليه رأيه بس العروسة اكتر نبدأ نسألها مثلا انتي حابة يكون فرحك ازاي او حابة يكون النسبة بتاعتك ازاي هي بتبدأ بتختار معنا كل حاجة ما فيش حاجة بتتحط في الجوردن غير لما يكون هي موافقة عليها او هي اللي عايزاها طبعا انتي بتحضري بتحددي المكان اللي بتعمل فيه المناسبة ولا انتي عادي يعني هما لما بيختاروا خلاص انتي بتروحي على المكان ولا بسلا بتقولي رأيك لا هو بلاش المكان ده خلينا في المكان ده افضل على حسب التصميم ولا ما بتفرقش بسي هو على حسب حاجتين في حاجة مثلا فيه ناس فيه كلاينتز بيجيلي انا عندي المكان فممكن انتي تورديني مثلا هتعملي في ايه ده حاجة الحاجة التانية ممكن هو يجيلي مثلا اعايز فيلا في المكان الفليني او عايز قواة في المكان الفليني فأنا بقدر أحدد له فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا فلازم يبقى عندي كذا أبشن عشان خاطر أنه يختار الحاجة المنسبة لي أولا وبعدين أنا أقول له رأيي هل دي أحسن ولا دي أحسن وفيه ناس بقى بتسمع منك ولا مش مشكلة والله إحنا كلنا فينا جزء من كده وفينا جزء كده يعني فيه ناس تقول لك أه لا أنا موافقة أنت فهمة شغلك أكتر فأنت إفيديني فيه ناس تانية لا بتكون مصممة جدا على رأيها وده دي حرية شخصية هل أقدش تحكم فيها طيب قولي لي يا سامية هو لو فيه بانوتا مثلا مش يعني مش هو مقدرتها أنها تجيب ودن جبلانا يعني من كتر المحرة بنسمع أرقام أفراح وأرقام فالديكوريشن بتنسبة لهم مهم حتى لو هتعملوا في البيت راية فتحة خطوبة كتب كتاب حتضيق فالبانوتا تقولك إيه مش لازم بقى روح مكان ودفع فيه فلوس وكده نسمع أرقام رهيبة يعني في البلال والله بالضبط فإيه أكتر مثلا يعني إيه الحاجات اللي تقولي لها طيب بصي إعمليها في بيتك وهيبقى لها نظام مشكل وحلوة وموفرة في نفس الوقت يعني عشان البنات حتى يعني ما فيش بعد كده يا جماعة البنات برضو يعرفوا وتثبت نفسها على حية لما بتيجي بتتكلمي تمام بقولها طب إنتي حتى بودجت معين أو كده فتبقى تتكلم معي في البودجت اللي هي حطوه لو مناسب أقولها مثلا مني كذا أنا حاسب بقى هي عيد ميلاد خطوبة راية فتحة كل حاجة لها تمام أقولها خلاص وكي ما فيش مشكلة البودج ده ممكن تروحي لمكانين الفلاني تجيبي كذا وتجيبي كذا وتجيبي كذا وتجيبي كذا وتعملي بالشكل الفلاني وأنا بتتابع معيها تمام يعني أنت بتتابع معها أصلا حتى لو هتعمل مع نفسها مش هتقولي حتى لو هتعمل مع نفسها بس تاخد رأيك في التفاصيل معينة بكام إيه اللي هشتريه بالضبط عشان برضو الأماكن والماتيريا اللي هتشتريها والحاجة هتطلع نفس ما هي عايزة ولا لأ طب هي ايه أكتر حاجة مكلفة الورد ولا البلدين بقى ولا بقيت الحاجات التانية اللي بتبقى في التصميمات عمل ايه أكتر حاجة بتبقى مكلفة أكتر وبتعمل معاك يعني سعر عالي هي قريدي كل حاجة مكلفة انت بتتكلمي عن ديكوريشن فبتتكلمي عن كل حاجة مثلا ما تيجي تعملي سيستم معين أو نظام معين لأ يعني كل حاجة بقى ليها تكلفة تانية لوحدها الورد بيكلف طبعا الستنداد بتتكلف أكيد كل حاجة بتتكلمي عن ديكور تربيزت مثلا الستنتربيث الانترنس كل حاجة بتكلفة يعني كان موضوع التربيز ده بذات يعني يعملي عقودة في الأفراح كلPU مش هيك العلم ليه بوس انت بقي игра لنشايفة أصلا العريس و العروسة مشايفة اللي قدامتي يعني بتبقى... و تبقى عالي قوى بيتبقى عالي يعني أنا عايزة أعرف هي المشكلة في التربيزة او المشكلة في الانتربيزة ل mäدي بقول عند العروسة مش عندنا عروسة أطبع هي بتختار كل حاجة بتختار كل حاجة بس لو أنت مثلا قلت لها لا دي هتبقى عالية أو في مشكلة بقول رأيي بس هي تقتنعها ما تقتنعش بس بتضايق جدا يا هاسمية هي بتضايق طبعا هنعمل العروسة عايزة كده هنعمل ايه؟ هنقدر نتكلم لو أنا عروسة وحب أن أنا أتفق معيك تمام؟ أجيلك قبلها بقد ايه؟ يعني مثلا في حان يقول لك ايه؟ ده أنا خطبتي بعد يومين أنا في آخر الأسبوع فالهو هينفع ولا لازم قبليها مثلا بشهرين بتلاتة أكون محددة معاكي أنا عندي يوم كذا خطوبة راية فتحة فرح بس هي هو موضوع كله زي ما أنت عايزة يعني أنت عايزة ديكور ورد عايزة ديكور بلالين عايزة ديكور نفسي كون شكله عامل ازاي عشان أقدر أحددلي كوات تمام؟ ولكن احنا نيجي مثلا نرجع بالزمن كده شوية فترة كورونا دي أول ملقات قفلت فحنا كلنا بلاستسنا بيناها نشتغل اللي هو أنا عندي فرح بكرة فرح بكرة دي أنا لازم لازم النهار دي كون مخلصة فإحنا فترة في أزمة الكورونا فإحنا كنا برضو شغالين على الضغط جديد جدا من اتجاه الموضوع دي في ناس كمان كانت الفرح مثلا يبقى الساعة 12 أو الساعة 1 الدهر في ناس كدر جدا متحب الفرح يكون الدهر تمام؟ كان يتلغى فكان يجي لي أي تصفيها الساعة 4 الساعة 4 أنا أقدر أحددليك كل ده زي صح فكنت أبقى أعرف برضو حالي يعني أبلاها بقد إيه؟ يعني مثلا لو منتكلم على دي كور بلالين أبلاها مش أقل من 3 أو 4 عام أو منتكلم على ورد في البيت ورد في البيت مثلا حدود أسبوع ونص أسبوع ونص أوه لو بر بقى البيت نتكلم على فيلا بقى وقبل إير وكل دي كورو دي مش أقل من أسبوعين أو ثلاثة طيب بالنسبة ليه الألوان اللي بتعمليها في الدكوريشن؟ بتبقى على حسب القع أو على حسب مثلا يعني لو خطوبة هيبقى مثلا العرس والعروسة لابسين إيه عشان أحاول أشوف التفاصيل والألوان أو لو فرح برضو بتعملي إيه؟ يعني بتختاري الألوان على أساس إيه؟ بتختاري الألوان على أساس الدكوريشن اللي عروسة عايزتي يعني في لوم كورسي أبيض في أسود في ترابيزة بيضة في ترابيزة سودة على حسب بقى كل حاجة تمام؟ أنا بيقول لها رأيي مثلا إنتي لو عايز الكورسي كذا والترابيزة كذا فإنتي ممكن تعملي اللون الورد كذا عشان كله يبقى ماتشين مع بعضه تمام؟ في بقى هورسة تقول لك لا أنا عايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا فإحنا بنو برضو نردرها رغبتها أن أيها عايزة فبرضو ده بيرجع للعروسة إحنا برضو هيبقى معنا سوى إن شاء الله تنزل على الشاشة دلوقتي نشوف مع بعض إيه ده بقى ده كينف فرح فرح ده صح؟ اه ده كينف كينف طب بالنسبة للترابيزات برضو بيبقى لها حاجة معينة اه بالنسبة للإبزات الترابيزات يعني مثلا بتختاري شكل الترابيزة معينة على حسب الديكون برضو بتفل لا على حسب العروسة على حسب العروسة طبع 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 على عروسة أنا عاريز بزرعشان من بقاش حنا كده مش نقول معي عاريز حاجة بس انت رأى برضو كاويتم لانر مهم حاجة زي كده بس في ناس بتبقى حبة إن هى يكون ليها البصمة الأولى والأخيرة تمام كمان يا جماعة سامي أحبت إن في ناس كتير قوي حبوا إن هما يتعاملوا معاها المرة اللي فاتت فحبت أنها تعمل خصم 25% لأول ست بنات يتصلوا علينا إن شاء الله ونستنى اتصالاتكم في الحلقة مع بعض طيب وده كان إيه؟ ده كان موضوع ده ده كان خطوبة في البيت ولكن كانت في شقة وشقة لسه يعني مت محاربس فكان مطلوبيني أن أنا أحولها من شقة يعني فيها حاجات كتير قوي مش كويسة إلى قاعة وده بالفعل حصل الحمد لله يعني طيب الحمد لله ولو موجود فيه صور أفتر بيفور طيب أنا عايزة أعرف حاجة فيه موضة معينة بتبقى في الدكوريشة يعني أنا أعرف مثلا إن كان وقت الكوشة يعني الطبيعية بتاع الزمان دي هي الكوشة طبيعية فبتبقى مثلا إحنا متعودين على شكلها ما بيبقاش فيه أي تغيير تمام بدأ يطلع موضة اللي هو ديكوريشن بقى اللي هو الورد مش عارف إيه الكوشة زغيرة هل فيه موضة بقى معينة بتطلع أيو كوا يعني آخر فترة كانت المنتشر الكوشة راونت ما كانش فيه ناس قدي كده بتعمل كوشة مربعة أو ما شابه لا الكوشة وبعدين ابتدى يظهر نظام قصيين نظام شكل معين نظام شكل أي نظام شكل مثلا حاجات تريبل ثلاثة مع بعض والكوشة بتبقى موضة والألوين كمي فيه ناس مثلا فيه عرايس مثلا عروسة تبقى مثلا ملنونة بقى تقول لك أنا عايزة حاجة ما تعملتش عايزة حاجة مترقعة يعني حاجة مختلفة نهائي ومميزة دي آخر حاجة عبرتها كانت في أبريدي كانت إنجين اللي عمليها في أبريدي كانت العروسة فأنا مترقعة قوي قوي الألوين آه شخصيا يعني كنت وقفة اللي هو بقول لها كانت أوفر مش أوفر ألوين حلوة بس اللي يختارها يعني أزرق ما فيش حد يختار أزرق دي كده في ألوان الورد معنا أسماء طيب مكالمة ألو إزاي حضرتك إزاي حضرتك عاملة إيه الحمد لله تمام مفتوط أقول جه ربنا يخليك حد تنورتي البرنامج اتفضلي ألو أيوة أسماء معاك البرنامج بتاعكو جميل جدا والله يعني ربنا يخليك يا أسماء نورتي البرنامج يا حبيبتي طيب انتي كسبتي معنا مع سامية ودن جبلانا 25% خصم على مناسبة خطوبتك بقى يا أسماء خطوبتك بقى يا أسماء عايزة أعرف هل هي مميزة عن الكوشة بقى وتصميمات بتاعت الورد ولا لهو يعني حاجة بقى فخمة بقى للناس اللي هي بالدقى في أدقى التفاصيل وتقولك لأ أنا عايزة حاجة مختلفة وحاجة بروفيشنال يعني بسي أنا مش برجحه أقول طيب معنا فارس دلوقت يا سامية معلش ألو ألو عليكم السلام تفضل أزايا حذك يا سيدة نادا أنا معظم ببرنامج حضرتك أستاذة مريم وأستاذة لي ربنا يخليك شكرا نورت وطبعا أستاذة تاميها من سباحها وتشتراها بتعمل أحلى سوم وبتقدم كل جديد وحاجة بشكركم جدا على فكرة البرنامج ربنا يخليك شكرا نورت يا فارس عندك مناسبة يا فارس لا ربنا يخليك يا فاندي منابس الحاجة اللي بشوفها حلوة بحب أقول عليها حلوة ربنا يخليك يا فارس شكرا نورت البرنامج مرسي طيب كنا بكمل على الـ HB طيب أنا مش برجحها أبدا لأن أحسن يعني لما يكون في فرح مثلا أنا أحب أكون لأشوف الحاجة حية وقع قد أمي ولعروسة لما تيجي مثلا تتصور أو مشابه تكون على حاجة وقع بس مش أكتر إنما H-D وكده أنا مليش بصمة فيها أو مليش حاجة أن أنا أعملها فيها خالص والعروسة كما مش هتشوف حاجة إمبهار يعني ما فيش حاجة أنا قدمته لها طيب ما فيش عروسة مثلا ممكن تكون عملت مشكلة كبيرة وكان الفرح حيبوس عشان مثلا حاجة معينة أو لون مش على مزاجها يعني أكيد في بنات ما بقى دقيقة أوي بتحصل بس لو أنا كنت قلت لك مثلا من الأول إن اللون دا مش هيبقى لطيف معيكي فما تجيش تحمييه مسؤولية في الآخر يعني أنا بحذر في الأول تمام بقول لا الأحسن يكون كذا ما يكونش كذا وهي تختار طب ولو تغير والله هي على حسب بقى يعني على حسب أنا هقدر أن أنا أغير لها اللي هي عايزة في الوقت خلاص يعني هو المفروض فيه فرح للوقت هي تعمل فالوقت هل ميبقى مناسب أصلا أنت تتعاملي؟ هي بتكون موجودة معي في الفيلا أوك وبتتابع كل التفاصيل كلها وهي مثلا من فوق بتعمل الميكا وكده كل فترة والتانية بتطلع تلاحظ اللي بيحصل تمام لو أنا عندي وقت أن أنا أغير لها الحاجة اللي هي كانت طلبها أصلا وأنا رفضتها مثلا وقالت لها لأ مش هتبقى كويسة معيكي فأنا بقدر أغيرها تاني عين إنها لما الوقت بيكون دايق معي أو قليل فمش بقدرها معيكي طب وفي واحدة مثلا تخلقت مخاطبها أو جزها عشان الدكور مثلا؟ هم جايين يتعاملوا معيكي؟ لا هو بصي هو بالنسبة لموضوع الدكور فبيكون لنا عاوسة أكتر موضوع الكريسة والترابيزات والألوانهم وأشكالهم وكل الحاجات دي بيكون لنا عاوسة أكتر تمام فهو كل واحد فيمه بيبقى جاي بقى عايز حاجة ما معينا بس أي طيب إنتي اشتغلتي جالك شوكلا مثلا في كورونا في زل كورونا؟ أو كتير طب وجهتك صعوبة في كورونا بالذات أو في حدث معي؟ تتعامل مع ناس تتعامل تتعامل معيكي؟ تمام تمام في الظل الكورونا بس أن انت يبقى يبقى معيكي عدد ناس أكتر تمام؟ عشان الناس اللي بتشتغل معيكي أكتر عشان يتابعوا الناس اللي هو إلبس المواصق معلش لو سمحت في تباعد في مشابه كلام ده فبيكون موضوع مهلك أكتر أو متعب أكتر لأن الناس مش بتقدر بتحدد الموضوع ده أو أن هي بتاخد بالها من حاجة زيدي تمام طيب إحنا سامية أنا كنت ممسوطة جدا أن أنا كنت معيكي أحب والناس اللي ما لحقتش تتصل لتعرف تاخد الخمسة وعشرين في المية اللي عملاهم سامية تقدروا أن أنتو تتواصلوا معانا على الفيسبوك أو تتواصلوا على الأكاونت بتاع سامية ودن جبلانر سامية إسماعيل أوكي أهم حاجة بس أن إحنا نحب بعض وأهم حاجة برضو أن يكون مش كل حاجة أن أنتو يا جماعة الفرح هيتعامل وكل حاجة هتتعامل كل الترتيبات هتتعامل لكن بهدوء وبعقل وبالراحة وكل حاجة أنتو عايزينها هتتعامل لكن بالتفاهم 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 ومش شرط أن أنا أعمل حاجة وبهجة بقى اللي هو أنا عايزة أكسر الدنيا لأ والله هم ساعتين أو خمس ساعات والموضوع كله هيتفضل فالفكرة أن أنتو تركزوا كواس جدا في اختياراتكم وإن شاء الله تكونوا سعاداء في حياتكم كلكم وأنا بشكركم على متابعتي في برنامج حكايات بنات وهاخد من ضفتي الكلمة أخيرة قبل ما أختم تحب تقولي إيه للبنات؟ أحب أقولهم أهم حاجة في الموضوع كله من اللي أنا بشوفه تفاهم بس يعني أنا قبل ما يجي وأتكلم أو أتفق أو الكلام ده أكون أنا متفاهمة معي كويس جدا وكونوا محددين إحنا عايزين إيه بالظبط؟ ما نجيش إن إحنا أنا عايز حاجة وعايز حاجة تانية والكلام ده بس نوصل لنقطة التفاهم دي أهم حاجة في الموضوع وسواء قضينا فرح على البحر أو فرح في قاعة أو فرح في البيت إحنا هنكون مبسوطين دي أهم نقطة لازم يكون كلنا متفقين عليها إن إحنا هنبقى مبسوطين وراضين من جوانا قبل ما نرجى الناس من جوانا صح ودي أهم حاجة والله إن أنت تكوني راضية من جوة وخليها الناس اللي حواليك راضين وكل حاجة تمشي ثالثة كده وبسهولة ويا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بحلقتنا النهاردة وبشكركم لمتابعتي في برنامج حكايات بنات أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج حكايات بنات مع ألف سلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر